حذرت منظمات إغافية من إمكانية أن يصل نحو مليون شخص في عداد المشردين بسبب العمليات العسكرية لاستعادة الموصل من تنظيم الدولة وحسب الإحصاء الذي نشرته المنظمة الدولية للهجرة على موقعها على الإنترنت شهدت أعداد اللاجئين في الموصل زيادة بلغت سبعة ألاف شخص عن الإحصاء الذي نشرته قبل ذلك بيوم من واحد وأوضحت المنظمة أن زيادة بسبب التعرف على نازحين في مخيمات الإيواء لم يتم التعرف عليهم في وقت سابق كما أن المخيمات تشهد توافد المزيد منهم كل ساعة وأكدت المنظمة أن هذه الأعداد تشمل نازحين من عدة مناطق في العراق لكن أغلبهم من محافظة نينواء ومركزها مدينة الموصل وحتى الآن لم يتمكن الجيش العراقي والقوات المعاونة له من الوصول إلى مركز الموصل ويتوقع زيادة كبيرة في أعداد النازحين باستمرار تقدم القوات المزيد مع ضيف الستوديو الدكتور فارس خطاب دكتور فارس تقدم القوات لكن هذه المرة يبدو أنها قوات أمريكية على رأس الجبهة لماذا؟ نعم نعم القوات الأمريكية تعتبر هذه المعركة هي معركتها هي التي خططت لها وصممتها وأيضا حددت محاور القتال فيها والتقدم لكل قطعة من قطاعاتها وفق المحور المحدد ووفرت أيضا الماكنة الخاصة بالإسناد الجوي المطلق لنجاح هذه المعركة والتي أرادها الجانب الأمريكي وأرادها الولايات المتحدة أن تكون ورقة من الأوراق التي يمكن أن يتلاعب بها الرئيس الأمريكي أوباما قبل أن يسلم أوراقه إلى الرئيس المقبل والذي بات اليوم يونالد ترامب شخصيا هل هذا التقدم وسط تقهقر لتنظيم الدولة تراجع وهزيمة للتنظيم أم جزء من التكتيك وإعادة التموضوع الحقيقة أخي الفاضل تنظيم الدولة منذ أن دخل الموصل في 10 أغسطس عام 2014 لم يواجه معركة حقيقية ضد أي قوة منظمة سواء في الموصل ذاتها أو في محافظة صلاح الدين أو في الأنبار المعارك الحقيقية بدأت لاحقا بدءا بصلاح الدين ثم معارك الأنبار بتفاصيلها المختلفة هنا الاستراتيجية التي اتبعها التنظيم هي استراتيجية الانسحاب عندما يكون لابد من الانسحاب بعد أن تكون القوة قد اجتمعت كاملة من أجل تحرير المدينة لذلك لا يمكن قياس قدرة تنظيم الدولة على القتال بشكل مستمر في أي منطقة لأنه لم تكن هناك تجارب لها علاقة بموضوع الصمود وموضوع المناورة من أجل البقاء على الأرض موضوع البقاء في الأرض ليست من فلسفة تنظيم الدولة تنظيم الدولة يؤمن بأن هذه المنطقة حررت من الجماعات التي كانت مسيطرة عليها سواء من قبل القوى التابعة إلى المركز أو القوى التابعة إلى المرتدين وفق تسميتهم ثم يعيد تحريرها في حالة توفر الإمكانات لذلك الموصل هي الحلقة الأخيرة في العراق التي أعتقد أن الأمريكان أخطأوا مرتين فيها المرة الأولى عندما قدموا توقيتات المعركة لضمان حصول الحصول على مكاسب تدعم ميكلونتون في موقفها تدعم أوباما وبالتالي الحزب الديمقراطي والخطأ الثاني هو إعلانهم عن بدل معارك الرقة وتكليف الحزب الكردي بأن يقوم بالمهام الرئيسية في هذه المعركة لماذا خطأ ثاني؟ لأنه الحقيقة كان يفترض بالإدارة الأمريكية التي تدير المعركة أن تفتح بوابة لتنظيم الدولة للانسحاب إلى مدينة الرقة هروبا من النار الكثيفة والقوات العديدة التي تهاجم مدينة الموصل وبالتالي يحافظون على المدينة والسكانها ويتم تحرير المنطقة في حين تنحصر كل قوات تنظيم الدولة في مدينة الرقة الآن لم يتركوا خيارا لتنظيم الدولة إلا القتال وبالتالي الموضوع سيتعقد والخسائر وأيضا هناك ملف الدروع البشرية واحتجاز الرهائم من المواطنين والمدنيين هذه مختلف عليها يعني بحسب شهود العيان ولسنا بصدد الدفاع عن أحد لكن أنا حتى يوم أمس من خلال اتصالات مع أشخاص مقيمين في مدينة الموصل المركز الموصل يقولون أن الكثير من رجال وشباب الموصل هم منخرطون في التنظيم يجدون أن التنظيم أصدق من أي جهة أخرى تحيط بهم سواء الأكراد أو سواء الحكومة المركزية التي جربوا التعامل معها وكيف أنهم أذاقتهم أنواع من الدل والمهانة والاستحواذ على القرار الخاص بمقدرات المحافظة لذلك المعركة الحقيقة معركة معقدة ومعركة قد تكون عنيفة لاحقا يعني أنت كما تفضلت في المقدمة هناك أعداد من النازحين اللافت في هذا الموضوع يعني الذي يراقب الصورة القادمة من هناك يرى أن النازحون أو أن النازحين يذهبون بعد تحرير مناطقهم على عكس المفروض المفروض أنه عندما يحاصر الجمهور أو السكان في مكان تفتح لهم قنوات أو معابر آمنة هذه القنوات خطيرة خطيرة يعني أولا هم لا يأمنون على أنفسهم من جانب التنظيم نفسه ومن ثم من جانب التجارب التي مر بها غيرهم من الميليشيات وغيرها فمن حقهم أن يخشوا على أنفسهم نعم هذا بالتأكيد ما يحصل الآن في الموصل ولهذا الجمهور ينسحب مع تنظيم الدولة إلى داخل مركز الموصل وهنا ستقع الكارثة الكبيرة في حالة وقوع معارك يفتر التنظيم الدفاع النفس فيها إذا قلنا بنظرية أن الناس رجالهم منخلطون مع التنظيم وهم وعائلاتهم ينسحبون مع التنظيم حين ينسحب فهذا يشرع استهدافهم من قبل القوات العراقية باعتبار أن كل من في الموصل داعش ليس بالمطلق لكن قيادات الحجد الشعبي قالت بوقت مبكر أننا نقسم أهل الموصل وقالوا سنة الموصل وهم كلهم سنة نقسمهم إلى قسمين قسم مع داعش يعني النصف الأول هو مع داعش رجالا ونساء وشبابا وأطفالا وكلهم والنصف الثاني هم يميلون إلى استقدام الأجنبي من أجل أن يحافظون على مدينتهم ويقصدون هنا تركيا إذن القسمين أو القسمان في الخسائر في الخسائر لذلك المصليون يعلمون هذا أنا لا أقول كل الشباب وكل رجال مع تنظيم لكن أنا سمعت أن هناك الكثير من الشباب والكثير من الرجال وهذا يفسر سر عدم وجود معلومات دقيقة من داخل المدينة هل تصدر الاعتداءات هل تصدر القوات الأمريكية للمشهد هو لمنع ارتكاب عمليات تطهير وانتقام في حق الأهالي أمريكا تريدها معركة نظيفة معركة المصد تريدها معركة نظيفة وتريد أن تعيد وجهها الذي تلطخ كثيرا في عمليات احتلال العراق والجرائم التي وقعت في الفلوجة وغيرها تريد أن تظهر هذه المرة بوجه الدولة التي استطاعت أن تخرج داعش ولكن بمعركة نظيفة بأقل الخسائر دون المساس بالممتلكات العامة وبالمناطق الحيوية ودون المساس بالبنى التحتية وعلى الأهم والأخص دون المساس بحياة المدنيين لذلك عندما وصلت القطاعات الآن إلى منطقة القتال الحقيقي قتال الشوارع قتال بين بيت وبيت الأمريكيون الآن يتصدرون المشهد بقوات خاصة منظمة ومرتبة لهذا الغراب أشكرك جدا الدكتور فارس خطاب على ما قدمت الكاتب والبحث العراقي شكرا جزيلا لك